المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مشاهدين الكرام في قناتكم كود زكريا لتعليم السياقة ومرحبا بكم في هذه السلسلة رقم 4 من امتيحان نظري لرصة السياقة سينف باء قبل ما نبدأ اشتركوا معنا في القناة وفعلوا الجرس كي يصلكم الجديد و اي قتلاح للقناة او اي ملاحظة خليونا نتعليق ديالكم نبدأ على بركتي الله الضريبة الخصوصية على السيارات خاصة تكون منصقة على الزجاج الامامي للسيارة جواب واحد الواجب احتفاظ بها مع الوراق الاخرين ديال السائق جواب رقم جوج جواب صحيفات السؤال هو رقم واحد وجوج كيف كان عارفو انه الضريبة على السيارة من بين الوثائق اللي خصدروا تكون عندنا باش ننسوقوا واحد العربة من سينف باء غير هو الضريبة كاعدوا هنه من كان خلصوا كاعدوا هنه على الجزئين الجزئ اللول اللي هو الفوق كيكون مع الوراق و جزئتانين التحت كالسقوا في الزجاج الامامي للسيارة يمكن لي السير بلا أضواء جواب واحد بأضواء الوضع جواب جوج بأضواء التقابل جواب ثلاثة جواب صحيفات السؤال هو رقم ثلاثة كيف كان عارفو دائما كيف قلنا في القواعد في السلسلة اللي فاتو انه أضواء التقابل كان خدموه دائما في الأجواء اللي هي ممزيانة بحل ضبابة شتا تلج العجاج كان خدمو أضواء التقابل لا يمكن أن يمشي بلا دوق لنا رؤية مكتبانش و يمكن أن يمشي بأضواء الوضع لأن أضواء الوضع عنده خاصة واحدة فيك نخدمو أضواء الوضع داخل المدينة وبالليل والإنارة الشارع مشعورة من غيره ما يمكن أن يمشي نخدموه باش نتجاوز هذا الرجيل نخلي مسافة أمان متقلش على خمسين سنتيمتر جواب واحد متر جواب جوج متر ونص جواب ثلاثة جواب صحيفات السؤال هو رقم جوج ودائما كنعرفوا في التجاوز دي الشراجيل داخل المدينة كنخليه مترو وخارج المدينة كنخليه متر والنصف مثيرني كن خلي utilizeد مدينة لكنه يمكن ذلك داخل تجمو السكني وخارج تجمو السكني كيف يشوفو هنا على الليسر دينا كن واحد تجمو السكني ولني ديني مع نسلام تعريف كن كان واحد تجمو السكني يعني هذا تم RF نظر على داخل المدينة او خارج sul لكن داخل تجمع الساكني و خارج تجمع الساكني. داخل تجمع الساكني يجعله متر و خارج تجمع الساكني يجعله متر و نزف. إذا وقع غلط في شيخانة المعينة و الدية يمكن هذا الغلط يعكس المسؤولية على السائقين و متورطين. نعم جواب واحد لا جواب جوج. جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد. كيف نعرف حلال المعينة و الدية يجعلها بالأقوال دينا. لكن الى شيخانة من الخانة مملأتها بالشكل اللي هو صحيح. هنا تقدر تتعكس عليك المسؤولية. ديك شي باش جوابنا جواب رقم واحد. هاد العلمة كتمنع التوقف. على الطريق نعم جواب واحد لا جواب جوج. على الجنب الطريق نعم جواب ثلاثة لا جواب أربعة. جواب صحيفة السؤال هو واحد ثلاثة. يعني العلمة كتمنع التوقف على جنب الطريق و على الطريق . أصلاً في خارج المدينة على الطريق رهما منه أن توقف غير على ما تمنع التوقف يعني على جمع الطريق وعلى الطريق مجموعة الوزن مع الحمولة لهذا المقطورة هو 500 كيلوغرام باش نسوق هاد المجموعة خسني نتوفر على رخصة سيقة من صف ب هاء نعم جواب واحد لا جواب جوج الجواب صحيفة السؤال هو رقم جوج كيف نشوفه السؤال يقول لكم مجموعة الوزن مع الحمولة لهذا المقطورة هو 500 كيلوغرام هاد المقطورة إلا فات الوزن ديلها الإجمالي ديل 750 كيلوغرام يجب أن يفوت إلا فات 750 كيلوغرام هنا من ضروري أنك خاصة تكون عندك الخصيقة من صف بقها وخاصة يكون عندك ورقة رمادية خاصة بها لكن عندك تكون مقطورة من 750 كيلوغرام هنا لا دعي باش تسوقها برخصة سياقة اللي هي بقها تسوقها غير بالبرمي ديال البرمي بق يكفي أنك تلصقها مع العربة ديالك اللي هي العربة نصف بق وتدير نفس لوحة تسجيل اللي في العربة قد ديالتها في المقطورة وغيب البتاقل قد ديال العربة ممكن تسوق هاد المقطورة لكن العكسي لو إلفت 750 كيلوغرام هنا كيولو عنده واتع قدير بوحدها وخاصة تزيد البرمي بقها أثناء الحصر استعجالي تحبسات العجلات ديال سيارتي نستمر في الحصر جواب واحد نخفف من الضغط ثم من الضغط مرة أخرى على الحصر جواب جوش الجواب صحيفة السؤال هو رقم جوش كيف كان نشوفه السؤال يقولك أثناء الحصر استعجالي يعني فاجأتك واحد شي حاجة تحبسات العجلات ديال سيارتي العجلات ما مقوش في حركة ما مقوش كيضغره إذا انت استمرت في الحصر شنو غيطة ما غيرتقدرش توجه العربة بعدها وتقدر تزلغتك للعربة واحد المسافة اللي هي طويلة شنو غسن نديره خسن نخفف من الضغط ثم نضغط مرة أخرى دائما نشوف بنسبة للفراميل دائما ممكن حاولوا فيما تشوفوا نستمر الحصر نستمر في الحصر فيما تشوفوا الحصر يكون بسفة مستمرة ديما بعدوا منا الأحسن طريقة للفراميل هو أننا نضغط على الفراميل مرات كثيرة متوالية أنا في المكان المناسب باش نغير تجاه ليمن نعم جواب واحد لا جواب جوج الجواب الصحيف هذا السؤال هو رقم جوج كيف كنتشوفوا في الصورة لنشدين لا يصر يعني ما مش في المكان المناسب باش نغيره تجاه ليمن الناس اللي بغوا يغيروا تجاه ليمن أرى متضروري أنه مخصوم يشدوا ليمن دياله دا السؤال اللي هو بسيط نعطيه أسبقية جواب واحد ندوز جواب جوج الجواب الصحيف هذا السؤال هو رقم واحد كيف كنتشوفوا أن هذا الملتقى الطرق على شكل زائد ولملتقى الطرق اللي كنت نعني فيه تشوير طرقي أو الإشارات الضوئية أو الإشارات ديال الشرطي المرور القاعدة كتجولك لنا نعطيه أسبقية لليمين أنا كنشوف في العربة ديالي ليمن ديالي عمر بهذه العربة اللي هي بيضة إني خس نعطيه أسبقية نوقف ونعطيه حق أسبقية ليجي من ليمن نعم جواب واحد لا جواب جوج جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد كيف كنتشوفوا هذا الملتقى الطرق ندعم بعلاه مادية القيف هاذ قيف ضروري خسن نعطيه أسبقية ليجي من ليمن والليساب السؤال سنعطيه أسبقية ليجي من ليمن رقم واحد رخطة السيقة بين السنف باء كتمح للنسوقعربها لنقل أشخاص كتوفر زيادة على مقعد السائق على ثمني ذا المقاعد جواب واحد سعود المقاعد جواب جوج أشرت المقاعد جواب ثلاثة واحد هات رخطة السيقة بين السنف باء يمكن أن ينسوك تسعود البلايس بالشيفور يعني تسعود المقاعد بالشيفور يعني ماذا قام بنا؟ عندما نذهب السياقة مثلا في باء تسمح لنسوك عربة لنقل أشخاص وتوفر زيادة على مقاعد باء يعني زيادة بشكل مقاعد المقاعد السائق هو تمياد المقاعد والشيفور هو التاسع يعني هاد روح السياقة حدد تسعود البلايس بالشيفور قل منها ممكن اكثر منها ممكنش يمكن لي يسير بأضواء الوضع جواب واحد بأضواء التقابل جواب جوج بأضواء الضبابة دي القدام جواب ثلاثة الجواب الصحيفة السؤال هو رقم جوج ثلاثة سنرى القاعدة دي الأضواء في مقاعدة دي الأضواء انه جواب مضبب ممكن تكون ضبابة هادو ثلاث أضواء اللي يخدموا الضواء التقابل الضواء الضبابة القدام ودية الخلف حالة نطيع ورادو في ميبال لكم سؤال فيها الضبابة دائما نخدم الضواء التقابل الضواء الضبابة القدام ودية الخلف هنا لدينا الضواء التقابل وضع الضواء الضواء الضبابة القدام ونزيدنا الضواء 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 ونزيده الخط الموجود في الطريق من جهة اللي يمكن أن تجاوزه نعم جواب واحد لا جواب جوج جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد كيف نرى جيتنا اليسر عندنا اللي في جيتنا الخط المتصل حيث نرى خط المتصل اعتدر خط المتصل الخط المتصل الخط المتصل الخط المتصل لو كان خط المتصل لم تتجاوزه جواب هنا هو رقم واحد كي نتجنب خطر الحريق لا تحتاج أن ندخن جواب واحد نتجنب خط المتصل جواب جوج لا تحتاج أن نقرب من السيارة جواب ثلاثة جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد جوج لكي نتجنب خطر الحريق لا تحتاج أن ندخنه لأنه لا يمكن تشعل العافية بثاف ونجد توقف المتصل لكي لا يقع شيء في جارة كبيرة لكي نتجنب خط المتصل جوج فهذا الطريق السيار وفي هذا المكان يمكن لين نقف باش نرتاح نعم جواب واحد لا جواب جوج في حالة استعجالية نعم جواب ثلاثة لا جواب أربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم جوج ثلاثة كنشوفوا اننا في طريق سيار وهذا الطريق السيار فيها جوج المسالك وهذا المسالك فوق منه شريط توقف استعجالي هذا يسمى شريط توقف استعجالي لماذا ندير لا ندير لا ندير لا ندير هذا مخصص فقط لا غير إذا وقع لك عطب ممكن توقف أما في الحالات الجامعة الحالات اللي كيناك كاملة النهار ممنوع ممنوع تتوقف فيه أو في حالة استعجالية إذا انت حسيتي انت اللي حسيتي بدوار حسيتي بالطوخة ممكن توقف أما في حالة أخرى ما يمكنش يعني كش يقولك في هذا الطريق في هذا المكان يمكن أن نوقف باش نرتاح لا وفي الحالة استعجالية نعم الاستهلاك المرتفع ديل الوقود يمكن أن تجعله جواب واحد السياقة بطريقة متوترة جواب جوج الضغط الهواء ديل العجلات ما كفيش جواب ثلاثة بطارية فرغة جواب أربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد جوج ثلاثة نحاول ندرسه كل واحدة بوحدة لأن الاستهلاك المرتفع ديل الوقود كان واحد الاستهلاك ديل الوقود عادي لكن ده ارتفع كيف يش يرتفع كيف يرتفع صفائد هو الفلتر ديل الريح لكن صفائد ليس صفائد سوف يرتفع لك استيلاك الوقود لماذا؟ لأن الطواب تحتاج الجهد كبير لكي تزيد القدام لكي تستهلك الوقود لكي نقول الفلتر ديل الريح يجب أن يكون نقي و يجب أن يتبطل مرة مرة و بالنسبة للسؤال الجواب رقم جوج اللي هو السيقة بطريقة متوترة هو أن السائق اللي يسوق بطريقة خشينة يعني كي بدي دوز المستويات السرعة بوحد طريقة اللي يخشين كي يزرج بزربة كي يضغط على دواسات السرعة بطريقة جنونية كيفرانية بطريقة هستيرية يعني هنا كي يحاول كي يستهلك بزاف من الوقود و بالنسبة الضغط الهوئي للعاجات ما كافيش حتى العاجات اللي كانون في شوشين هنا عربية ستحتاج أنها واحد جود كبير لكي ندافع القدام لكي أنها تهيير إذا كان الضغط الهوئي للعاجات ما كافيش أنها تهوغي استهلك لك الوقود لكن بطريقة فرغة ما نتعلق باستهلك الوقود إذا زلقات مؤخرة سيارتي بهذا الشكل نستعمل الحصار نعم جواب واحد لا جواب جوج ندور المقود السيارة ببطة ليمن جواب ثلاثة لايسر جواب جواب صحيفات السؤال هو رقم جوج ربعة كيف كنشوفو أن العربة زلقات لي في هذا المنعراج المؤخرة دي العربة كنلاحظو المؤخرة دي العربة فين زلقات زلقات جيت لايسر نجاوب بعدها للسؤال الأول ونبندوزو السؤال الثاني في السؤال الأول طلبوا منه ما تستعمل الحصار ما تزلقك العربة ديلك ما تكسيري ما تكسيري ما تشي حاجة حيض رجلك على كل شيء يعني ما تحاول تحطر رجلك على الفران باش تكسيري حت لفراني حت لفرانيتي تقدر تزد تزلق الطوناموبيل ما تحاول تكسيري ما تحاول تشي حاجة يعني قلنا نستعمل الحصار نقولوا لا بالنسبة لن ندور المقود المقود عنده قاعدة باش تدوره كنشوف المؤخرة دي العربة ديالي و كنشوفها فين زلقات نشوف داب المؤخرة ديالي العربة فين زلقات جيت لازر عني هربا جيت لازر كما تقوم باقي خصوصي ندور المقود جيت لازر فين زلقات المؤخرة فين تى ندور المقود ديكشي باش تقول لو زلقت المؤخرة ديالي جيت ليمن كنت غير ندور جيت ليمن هذي القاعدة في مزلقة المؤخرة دي الأعربة ندور لمية قوات جيتها باش هنما تم تحوش تصوروا معايدة بهاي دابة هنا يا آآ المؤخرة زلقات جيت لاسر لو أنا دورتها جيت لي من كنت غا نساعدة كنت غا نساعدة في أنا دي تدير واحد دورة كبيرة نستعمل الموبي الصوتي نعم جواب واحد لا جواب جوج نبه بإشارة ضوئية نعم جواب ثلاثة لا جواب ربعة نعم جواب صحيفات سؤال هو رقم جوج ثلاثة غا نشوفوا منابع الصوتي عش ما دارناش لعدنا قاعدة في المنبيه الصوتي مشي هي في مجين في ما جات نخدمه منابع صوتي القاعد القواعد nee لك نخدمه في شميع صوتي دائما في ملتقة الطرق في المنع راجات اي ملتقة الطرق مشي في اعتذر انك تقام في ملتقة طرق لي خارج المدينة اول حاجة بدلا ممبل صوتي gün نخدمه خارج المدينة يعني داخل المدينة انا ممكنش تخدمه يعني هاد القواعد اللي اللي غنعطي يكونوا خارج مدينة داخل المدينة ممنوع يعني خارج المدينة انخدمونا بالصوتي في المنتقية الطرق في المنعراجات ولكن انا غا تجاوز شي حد هدو ثلاثة نقدر نخدم فيهم من غيره ما كينش او اننا في حالة استثنائية اننا الى اذا صرفت شي خطر نقدر تفلم مدينة نصرف شي خطر وملك الخطر اا يعني ممكنش تعتق Etikini' قدر نقدر نقarbeit بالصوتي. يبقى اخر حالة vidéos من غير هذه الاهر اربع الحالات الممكنش تخدمو يمكنش تعتخدوم كيف نشوف ادبها في هنا ايه ما كين ملتق الطرق? ما كين تعرض؟ ما كين تجاوز ماكين تجاج فالخاطر والسان ولسم شهر العربية طزل تمت بالكيميام سيفون هنا من سلبيه؟ ما سوف أقوم لكي ادب يمكنش تذبه المنسبة لا هدو اقوم للحوة ثلاثة النهام علاج لنا إشارة ضوئية من بين القواعد لإشارة ضوئية إلا شفر شيء واحد أنه تجاوز أنه بقي مع طلب التجاوز دياله أو أنه نوع أنه يتجاوز كأن نبه بإشارة ضوئية تبني إشارة ضوئية عند قواعد كثيرة نحاول نكتافي بمنابيه الصوتي في سلسلة أخرى سنعذر على إشارة ضوئية وكذلك نخدمها بالطبط باش ما يكبرش الفيديو ويكون المميل نستعد باش نعطي حق أسباقية ليجاي من ليسر جواب واحد من ليمن جواب جوج قدمي ملتقة طرق على شكل زائد ما فيه لبلايك ما فيه لإشارة ضوئية لشرط المغرور والقاعدة تقول الملتقة الطرق اللي كناعدي فيه تشوير بسافة عامة كنعطوه أسباقية ليمين تكشي باش نعطي جواب سهلا يكون فادل جواب هذا ورقم جوج نساعد باش نعطي حق أسباقية ليجاي من ليمن ورقم جوج نعطي حق أسباقية جواب واحد ندوز أنا اللول جواب جوج جواب صحيفات السؤال هو رقم جوج كيف شحنا في السؤال اللي قبل منه أننا هاقدم ملتقة طرق على شكل زائد كناعدي فيه تشوير بسافة عامة يعني كنعطوه أسباقية ليمين أنا كنشوف الليمن ديلي خاوي وهذا العربة جايف ليصر ديلي يعني أنا غندوز أنا اللول قبل منه تكشي باش جواب رقم جوج عمر سيارتي 6 سنين إلا سكتو معي هاد الورق غادي نكون محترم القانون جواب واحد كتنقصني ورقة واحدة جواب جوج كتنقصني كتر من ورقة جواب ثلاثة جواب صحيفات السؤال ورقم ثلاثة كنشوفوا بالليكي في السؤال ذكروا نبلي العمر دي سيارتي 6 سنين يعني من كتوصل العربة ديلي للخمس سنين را دارو رقص يكون خمسات الوطاق أول حاجة رخصة سياقة ثاني حاجة بيطاقة الرمادية من مورها ضريبة شهادة تأمين والفحص التقني ديلي للعربة إلا وصلت لخمس سنين إلا ما وصلت لخمس سنين هذا الفحص التقني ما كنديروش تبعنا عدنا 6 سنين لديك الفحص التقني غايد أجي نشوف الوطاق اللي عدنا في هذه الصورة هذه نبدو من التحت هذه كلها صفرة هي شهادة تأمين واللي فوق منا هو رخصة السياقة واللي فوق رخصة السياقة هو الضريبة اي شو نقصني أناية نقصني بيطاقة الرمادية ونقصني شهادة الفحص التقني ذلك الشاش مجرم لش هتسؤال له لأن انا محترم لش القانون ومجرم لش علاقة نقصني ورقة واحدة حيث لا يوجد واحدة اللي كانت نقصني ينقصني جوج والسؤال التالي كانت نقصني كثير من وقرر داخله في هذا الوطاق لو كانوا ذكروا لي 4 سنين كنت نقدر نجاوبي بسؤال رقم جوج بما أنهم ذكروا لي بفوق 5 سنين وثالما ذكروا لي 5 سنين سنجاوبي بسؤال رقم ثلاثة يمكن لي السيد بلا أضواء جاوب واحد بأضواء الوضع جاوب جوج بأضواء التقابل جاوب ثلاثة جاوب صحيف هذا السؤال هو رقم ثلاثة كيف نرى أن الجو فيه شتا كما تعرفناها أننا نرى السويغلس العربة لي خدام يعني أنا الجو كان فيه شتا في شتا ما نخدمه أضواء التقابل وأضواء الضبابة القدام حاولوا تنطي وعافكم لا نقدر نعطي القاعدة عامة كاملة في هذه الأجواء بالنسبة للشتا نخدمه ضواء التقابل والضواء الضبابة القدام وما يكون عندنا الضبابة كنخدمه ضواء التقابل والضواء الضبابة القدام وديل الخلف عند الباب إشارة ضوئية نعم جاوب واحد لا جاوب جوج نقص من السرعة نعم جاوب ثلاثة لا جاوب أربعة جاوب صحيفات السؤال هو رقم واحد ثلاثة كنشوف قدامي واحد العائق اللي هو واحد الراجل كيتمشفه كالشانطي شو أخصي ندير أنا ننبّى بإشارة ضوئية لاللواء سيتبلي ونقص من السرعة إلا اقتدى الحال غنوقف لك شاش بجاوبنا رقم واحد وثلاثة نوقف بمجرد ما توفر لي الشروط لمناسبة جاوب واحد ندوز بحاضر جاوب جوج جاوب صحيفات السؤال هو رقم واحد كنشوف بلي أنا أول واحد كيتواجد قدام هذه الحادثة شنو خصي نديري هو أني خصي نوقف بمجرد ما توفر لي الشروط لمناسبة لو كانت سيارة إسعاف أو نس دي الإغاثة كنت ندوز بحاضر لك شاش بجاوبنا برقم واحد محرك دي السيارة ديالي توقف نوقف على الليسر جاوب واحد نوقف على الشريط الوقوف الاستعجالي جاوب جوج نشغل أضواء النجدة نعم جاوب ثلاثة لا جاوب ربعة جاوب صحيفات السؤال هو رقم جوج ثلاثة المحرك دي السيارة ديالي توقف لني عندي عندي عطب عندي مشكل لأنك نشوف في القدمي في ذاك اللول الحمر يقول بلي المحرك بلي زيت ديال المحرك قليل بزاف هذا كوار رمز دياله يعني شو نحسين ديالي نحسين عندي عندي عطب نحسين نوقف على الشريط الوقوف الاستعجالي ونشعل أضواء النجدة اللي هما دوك سيني ثلاثة بربعة من الواجب نقوم بمراقبة أجهد الحصر من طرف التقني المتخصص إذا كان دوس الحصر مرينة بشكل غير عادي نعم جواب واحد لا جواب جوج إذا كانت سيارة كتجر الجهة وحدة عند الحصر نعم جواب ثلاثة لا جواب أربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد ثلاثة من الضروري إذا حسيت بدوس الحصر دوس الحصر هو البيضال ديال الفران ودوس الحصر إذا حسيت أنا مرينة بشكل غير عادي يعني من اللي كانت فراني وهي ما كتشدش لي ما كتشوش معي يعني من اللي كانت حسبها مرينة بشكل غير عادي ضروري نحسين نشوف ندير واحد مراقبة ديال أجهد الحصر عن من طرف التقني المتخصص أو إليش إن كت أنا كان سكتمبر ولقيت كتجر لي لواحد الجيهة يعني إذا كانت سيارة كتجر لجيهة واحدة عند الحصر يعني كان فراني إما كتشي لي كتشي يجيهة ليمن أو كتشي يجيهة ليسر هنا خسين نشوف هذا التقني دك شيف جوابنا رقم واحد وثلاثة أثناء السيار العادي من الواجب اللي ينوضع الرجل ليسرية كما هو مبين في الصورة رقم واحد جواب واحد سورة رقم جوج جواب جوج جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد أثناء السيار العادي يعني أثناء السيار العادي يعني كنت مشاه في طريقة طويلة عادية معنيش معانش عنoir يا معملك تكون محيدا من اللواصل هذي في أثناء السيار عادي أما لو كنت تنظر على لي من أولاً أو كنت تنظر على اليسر ممكن أننا نضعه جلينا على الواصل لكي نظره على خاطرنا لكي نجد جوابنا جواب رقم 1 سأدي بسرعة 40 كلمات في الساعة واجب لي أن نقص من السرعة نعم جواب 1 لا جواب جوج جواب صحيفة السؤال هو رقم جوج هذا العالم لا تتم تحديد السرعة 40 يعني أنا لا تعدى ال40 ممكن يمشي من ال40 إلى تحت ذكروا لي واجب لي أن نقص من السرعة ما كي تقدم شيئا عائق أو شيئ خاطر أو شيئا حاجة اللي تخليني أن نقص من السرعة هذا شيء مشي من الواجب لنقص من السرعة لكن ممكن أن أنا نقص الصرعة ما هي السؤال الذكره لي واجب من من نقص صرعة؟ نجواب جواب لا وجوج لسر صحيفة والسيارة الي جئة من ليسر تعطيني حق أسبقية نعم جواب 1 لا جواب جوج جواب صحيفة السؤال هو رقم جوج كنت ترى أن ناجد الملتقة الطرق وأن عندي علامة قف خصي أسبقية اليمين واليسر وهذا العربية جiban في اليسر ديالي خصي سيا نعطي الأسبقية عند منتقد طرق لي جاي من الواجب نوقف نعم جواب واحد لا جواب جوج نعطي أسبقية لي جاي من اليسر جواب ثلاثة نعطي أسبقية لي جاي من اليمن جواب أربع جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد ثلاثة ربع كيف سأرى عقيد الثامر هذه العلامة تسمى إعتحق أسبقية لأن هناك عامة تكميلة تسمى على عقيد 150 متر بمكشوفة 150 متر وفوق عنه قف يعني على وقت 150 متر بشدة عامة على بعيد 150 متر تقلق واحد العلمة التي هي قف لو لم تدروا هذه تعقف في التحت تقلقها نفس العلامة يعني كنت تأجيرك 150 متر تقلقها نفسها لكنه يعطي الفوق المترجم منraum 35 مترو على المترجم من 1 ترمي المترجم من 2 ترمي المترجم في من كل خلالsin المترجم من قفل solidarity لكن لا نجاوش من وقف حيث ليس مجبر أن نوقف هذه الساعة هذه الساعة مجبر أن نعطي أسبق اليمين أو اليسر لكن ليس مجبر أن نوقف إذا كانت تريق عمرا قد نوقف إني ليس مجبر مسموح لتجاوز الحمولة القصوى المشار لها في شهادة أمين المسافة قسيرة جواب واحد مسموح شبه بالمرة جواب جوج جواب صحيفة السؤال هو رقم جوج هذا سؤال بعين بزاف أنه لم نسموح لتجاوز الحمولة القصوى المشار لها في شهادة أمين هذا الشيء الذي أعطيك في شهادة أمين أنا لا أريد أن تشاهده أخرين السؤال في شيء ما كان خطأ لأنه يمكن قوله مسموح لتجاوز الحمولة القصوى المشار لها ليس في شهادة أمين بطاقة الرمادية هنا نضروا شهادة أمين وضعوا هذا السؤال لكننا نجاوبيه إني لم نسموح بيع بالمرة حيث الحمولة لا تكون في شهادة أمين كتكون في ورقاء الرمادية وخطأ سؤال غالط ولكن لا ندينه هدوه اللي كيت حط هذه السيارة خلت أضواء الطريق مشعولين ننبه بإشارة ضوئية جواب واحد ننشل حتى أنا أضواء الطريق جواب جوج ننقص من السرعة جواب ثلاثة ننبه بالمنبه الصوتي جواب أربعة جواب صحيفات السؤال هو رقم واحد ثلاثة هنحاول نعطي قاعدة عامة على هاد على هاد الصورة هادي باش نعرف عش لكي باش جوابنا واحد ثلاثة دب أنا غادي في الطريق اللي هي خارج المدينة وإنارة الشارع مكيناش باش خسيمشي كنكون غادي بدوت طريق أول حاجة بدوت طريق هاد العرب اللي قدامي لي جايته هي طييرة جاية بدوت طريق في الأول قبل من تشوفني أنا لكن في هذه الحالة سنتقابله أنا وياه أشخصي دار نبدأ المداب نفسي أنا أنا أشخصي ندير أول حاجة خس نحيي الدوت طريق اللي كن جاي به ونرد الدوت تقابل لأن الدوت تقابل كانت تقابله معي كانت تقابله به ورأي اسم على مسامة ولي كانت تقابله به مع العربات اللي جايين قدامنا كندير كنحيي الدوت طريق وندير الدوت تقابل وندير وندير إشارة ضوئية لهذاك العربة اللي كسب قد مخالي ضوء الطريق كندير إشارة ضوئية باش تحيدها ونشد ليمن ديالي وننقسم السرعة ونحاول نشوف جهة ديال ليمن ونشوف إلاف حالة هاد العربة اللي قدامي باش يدو الطريق باش نتفادى انها تعميني خس نشوف الخطوط اللي علي ديال ليمن لو كانوا يعني كنشوف جهة ديال ليمن او نشوف الخطوط اللي علي ديال ليمن ونكمل طريقي هاد هي القاعدة هاد هي القاعدة هاد هي القاعدة كاملة اللي اعطيت بلنا انه كنغير ننقسم السرعة وننبه بإشارة ضوئية اللي هي واحد وثلاثة لمنبه الصوت يراه منوع بالليبل ما نديره جاوز جاوز هاد السؤال هو رقم جوش كيف كان عرف القاعدة تجاوز اول حاجة اول حاجة لبقيت نتجاوز او رقم اول حاجة هنا المراقبة نشنية هو ان انا كنشوف قدامي وكنشوف المرايعة المرايعة اللي هي الداخلية كنت تبيه ليما مرايعة اشي واحدة اللي غايج يضوبني لكن قدامي واحدة العربة جاية ممكن لي ان ادراك فيها غيجو جمسالي فهذا الحالة ممكن لي انتجاوز غان نتجاوز يعني ما غان نتجاوز مني نصادف حادثة سير اول عاما نقوم به نطلب الاغاثة جاوب واحد نحمي مكان الحادث وننبه ليه جاوب جوش نغيط الجرحة جاوب ثلاثة جاوب صحيفة السؤال هو رقم جوش نشوفه علش جاوبنا على جوش بعد السؤال نشوفه بكدير مني نصادف حادثة سير اول عاما نقوم به هنا الجواب اللي هو منطقي غان نجاوز على رقم واحد ممكن نجاوز على رقم او ثلاثة او اربعة اول عاما نقوم به اول حاجة غان نديلها انا اعطيكم هات الترتيب حاولوا تحفظوه وباش فيما يتحطو لكم الاسئلة فيما يتحطو لكم الترتيب ديالهم منصادف حادثة سير اول عاما نقوم به انا نعطيكم الترتيب كان اول حاجة نحمي مكان الحادث ونبع لي من بعد نطلب الايغاثة من بعد اعاد نغيط الجرحة هذا هو الترتيب ما نقوم بترتيب المكان الحادث باش مجلس شي حادثة اخرى ثاني حاجة هو ان انا نطلب الايغاثة باش يجي وعاونوني في اقرب وقت ثالث حاجة عاد كان نغيط الجرحة انايا وعاد نشوف تلك شنوم الاشياء اللي نقدر ندير ولا ان شاء الله قريب ندير دروس فاتش الحوادث السير والمعينة والدية فهذا المكان يمكن ان نقوم بانزال الراكبي اللي معايا نعم جواب واحد لا جواب جوش نوقف دقائق قليلة نعم جواب ثلاثة لا جواب اربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم جوش اربعة خاصة نعرفوا احنا اول حاجة شنو كندوزه كندوزه بيرمي بي نوع بي هذا العالم مشكلة تعني موقف خاص بالحافلات النقل العمومي بالنسبة لفهذا المكان يمكن ان نقوم بانزال الراكبي اللي معايا فهذا المكان اللي يقول لنا موقف خاص بالحافلات ره منوع لي أنني نوقف فيه يعني منوع نوقف أو نتوقف يعني نقوم بانزال الراكب لا نوقف دقائق قليلة لا منوع الوقوف والتوقوف في هذا المكان العناية بالسيارة بالسمران عند تقني المتخصص يمكن توفر علي الإصلاحات الغالية نعم جواب واحد لا جواب جوش تنقص من احتمال وقوع حادثة نعم جواب ثلاثة لا جواب أربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد ثلاثة شيء طبيعي أنه لا تكون العناية بالسيارة 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 عنده واحد تقني المتخصص أليس ستوفر علي الإصلاحات الغالية لماذا؟ لأن تقني المتخصص بمتابعة المدهة التي هي منتظمة فيما تباليش ما سيسبب لك مشكلة أن يحاول إصلاحها بعض المرات ستقني بعض المرات ستقني 50 درام ستقني بسبب لك حسنا لا تضع لك مشكلة في البلايات الخرين وقتنقص من احتمال وقوع الحادثة لأن الحواسب لم يقدر لك هذه الحادثة لكن كتنقص من احتمال وقوة الحادثة لأنه لا يوجد شيء مشكل لديه في العربة لديه مشكل أقول لكي قسطوبي لنكشبه جوابنا واحد ثلاثة في طريق ناشفة وبهذه السرعة إذا اضطر نوقف سنحتاج تقريبا المسافة 8 متر جواب 1 12 متر جواب جوج 16 متر جواب ثلاثة جواب صحيفة السؤال هو رقم ثلاثة كيف نشوفوا أننا السرعة اللي غنمشوا بها دابية هي 40 كم في الساعة وطلبوا مننا في طريق ناشفة بهذه السرعة إلى الطريق نوقف يعني كي تدروا على مسافة الوقوف مسافة الوقوف دائما شرحناها أننا باش لو بغينا نحسبوها كنشدو العدد العشاري وكندربوه في نفسه أي أننا العدد العشاري كنحيض دك الصفر إحنا هنضي بربعين هنحيضو الصفر سيبقى لي أربع أربع غنضربها في المساء أربع فأربع لي هي 16 أثناء السر العادي أنا غدي في المكان مناسب من الطريق نعم جواب واحد لا جواب جوج جواب صحيفة السؤال هو رقم جوج دائما في أثناء السر العادي دائما نشد لي من ديالي اذا سبقى سألم أنه فاقع المساء في المكان والحدي سوف نستعمل سوف نقصد بواحد لا سوف نقصد بواحد لم تقصد بواحد جعلنا لا بغي نغير تجاه على اليسر ندوز قبل هات السيارة نعم جواب واحد لا جواب جوج جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد سوف نرى هذه القاعدة للجواب واحد انا كنت واجد امام ملتقى الطرق اللي هو لا شكل زائد لا يوجد العلامات يعني كنت نعدم هذا الملتقى الطرق كنت نعدم فيه تشوير طرقي وكنت نعدم فيه تل إشارة ضوئية وكنت نعدم فيه تل شورة المورو القاعدة كنت تقول بلي إلي نعدم هات الشي كامل كنت نعطوه أسبقية لليمين لم يكن جيدا وحيدة للحوية في هذا الحالة هذه إلا كنت سأدرك في القاعدة للجواب وطرق أو مشاعره ألي فأنا سأدرك لليمين لكن سأدرك إلى الليسر واحد الذي سأعطي الأسبقية يعني سأعطي الأسبقية اليمن وأعطي الأسبقية الذي قبلته الذي قبلته لا يوجد إلي لزر هذه العربة في لليسر إلي يعني هي السمرة التي سأدرك لليمين سأدرك إلي أسبقية لليمين اللي يجب في ليمن ديالي نعطيه وحيث أنا غنظر عليه الديلاسر أنا أعطي اللي قبالتي لكن هنا كنت تواجد أمام هاد العربة البيضة اللي لديلاسر يعني أنا نغسي ندوز الليول تتناهي الأسبقية لكشي باش قلنا ندوز قبل هاد سيرة نعم الملتقة الطرق نواجب اللي نوقف جواب واحد نعطيح أسبقية اللي يجي من ليمن جواب جوج نعطيح أسبقية اللي يجي من ليسر الجواب ثلاثة جواب صحيفة السؤال هو رقب جوج ثلاثة سنرى القاعدة لجواب جوجها ثلاثة قدامي هذه العلمة كتسمى إعطاء حقر أسبقية ومن تحت منها علامة تكملية مكتوبة 150 متر كيف شرحت السلسلة اللي تفرشوا في السلسلة اللي قبل ستفهموا هذه البلاكة هادية مزيلا من تحت العلمة التكملية اللي عندي لتحت مكتوبة 150 متر يعني كنفهم أنه من عند العلمة أن ندوز واحد 150 متر شنو غلقه نفس العلامة حيش في السلسلة الأخرى كنا شفنا كنا نسمنا قيف 150 يعني يقولنا من بعد 150 متر غلقه وقيف لكن هنا من بعد 150 متر غلقه ونفس البلاكة يعني البلاكة تحت حق أسبقية لم ниقف مجبرة أن ننوقف لكن نقضيها أسباقي لي Williams و 이제ar في السلسلة اللي قبل كانت مكتوبة قيف ومن خلقه 150 يعني قائمة 150 متر تحقن غلقها علامة قيف وعلمة قيف قي ي Conan بات من الوقف لا يقضي ان قيف من الوقف كان من النوقف كانت أسباقي لي poczر الياسر وباكر فهذا ليس من الوقف كانت أسباقية لي من descubر هايسر